أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الانتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين حيث استعرض اللقاء مقاومات وفرص الاستثمار في مصر وبهود الدولة لخلق بيئة استثمارية واعدة تضعها على خريطة الاستثمار العالمية وأشار وزير الاستثمار إلى التزام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والهايدروجين الأخضر كجزء من استراتيجياتها للتحول الأخضر